نقطة تانية أعلق عليها سريعاً ألحية كنت الأسبوع الماضي شكرت بعض الأجهزة اللي كانت شغالة في عيد الأضحى وكان إحنا كنا حاسين بيها وقلت طبعاً يعني على سبيل المثال طبعاً رجال المرور ورجال النظافة اللي إحنا كنا حاسين بعملهم خلال العيد طبعاً جاء الاتصالات وقالوا لي إحنا برضو في وزارة الزراعة ما أنا طبعاً عارف عندنا أجهزة كانت شغالة خلال العيد أنا متأكد ولازم أوجه لهم الشكر وده عملنا الحقيقة الطبيعي مش في العيد بس في العيد وفي الجمعة وفي الأجهزات الرسمية أي عطلات رسمية عندنا يا جماعة أجهزة في وزارة الزراعة لا تتوقف عن العمل يمكن أهمها طبعاً جهاز حماية الأراضي في جميع المحافظات يمكن بيبقى فيه تعليمات مشددة من معا الوزير أن يبقى فيه طوارئ في الأجهزات وفي الأعياد بالذات في الوقت ده علشان نمنع أي تعدي على الأراضي الزراعية وده مهم علشان كده أنا بوجه الشكر الحقيقة لجهاز حماية الأراضي بصفة عامة طبعاً اللي بيرقصه الدكتور أنور عيسى وكمان كل العاملين في حماية الأراضي سواء كان في الإصلاح أو غيره بوجه لهم الشكر وطبعاً المهندس كامل غانب مدير منطقة أبو المطمير اللي هو اتصل بيها الحقيقة وبيعتبني أنا بوجهه للشكر وبوجه الشكر لكل العاملين لحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها عندنا كمان المعمل المركزي لتحليل متبقيات الموبيدات ده من الأماكن اللي هي شغالة على مدار الساعة ده ما فيش توقف نهاده شغالة 24 ساعة ودي الحاجة الجديدة الحقيقة اللي عملتها الدكتورة هند عبد الله إن هذا المعمل لا يتوقف نهائياً لا جمعة ولا سبت ولا أعياد ولا أجازات أنا بوجه لهم التحية وجه التحية أيضاً لكل العاملين اللي هم حرصين على مصلحة هذا الوطن وبيعملوا من أجل النهوض بهذا الوطن